تجميل البويضات تقنية عم تتطور يوم بعد يوم تقدر من خلال المرأة تجمد بويضاتها وتحتفظ فيهم لوقت بتتزوج وبتتقرر أنها تنجيب أطفال ليش ممكن تلجأ المرأة لتجميل البويضات وقدش نسبة نجاح هي العملية وشو ممكن ينتج عنها من مخاطر أو مضاعفات كل هاي الأمور لحنا تناولها مع الدكتورة لمية صايغ إلا وسهلا فيك دكتورة أهلا فيك ساندي حضرتك أخصائية بمعالجة الأمراض التناسلية وحالة العقم صحيح يعني اليوم هيك نورتينها على فنجان أهوي شكرا لكم نحن ندخل دغري بالموضوع ونحكي عن تجميد البويضات هي مالة تقنية جديدة طبعا يعني بترجع تقريبا لأكتر من 40 سنة لورا 1980 صح؟ صحيح ساندي هي تقنية أبدا منها جديدة هي للحقيقة ابتدت بال1980 مثل ما حضرتك تفضلت والإثبات على ذلك أنه أول مولود خلق من بيضة مجمدة كان بال1986 تمام إنما بهذا الوقت كانت التقنية بعدها بداية كانت تقنية بداية لأنه كان فيه شيء اسمه slow freezing وكنا نعمل slow freezing للبويضات وخلال التجميد كان التجميد البطيء يؤدي إلى تكسر بالبويضة مما كان يؤدي إنه كانت نسب النجاح قليلة مشان هيك بهذا الزمن يعني بال1986 كانت هي بس محتكرة أو reserve دلأسباب الطبية الكتير صعبة تمام طب اليوم لوين وصل الطب والعلم بمجال أو بهذه التقنية اللي هي تجميد البويضات صراحة تطور كتير والسبب إنه صار عنا ثورة بطريقة التجميد بال1999 اخترعت طريقة اسمها flash freezing أو التجميد السريع للبويضات واسمه كمان وتطور بال2005 لدرجة إنه صار لما نحن عم نجمد هالبويضة قد ما عم بتكون السرعة سريعة جدا عم بيكون ما في تكسر بالبويضة وعم بيكون بعدين نسبة النجاح بعد تذويبها عالي جدا لأنه صار هالموضوع بال2012 المؤسسة للخصوبة بالولايات المتحدة أعلنت إنه تجميد البويضات ما بقى هو تجريبي كان قبل تجميد البويضات يصير experimental يعني فقط بالمختبرات وبالأمور التجربية صار هو نقدر نحن حيالها امرأة بحاجة لتجميد البويضات من 2012 نقدر نعملها offering ونعرض عليها هالموضوع مين هنا النساء اللي بيقدروا أو اللي هنا المؤهلين أنهم يعملوا تجميد البويضات؟ هو بالمطلق الامرأة فيها تطلب هيدا الموضوع بحل وقت إنما في وقت مناسب ووقت غير مناسب هو أنصب وقت تقريبا بين الـ 25 و 38 سنة لأنه هو أنصب وقت فيها الامرأة تجمد البويضات وبيكونوا بعضهم كنوعية وككمية مناسبة بتأثر نسبة نجاح بهيك حالي؟ يعني it depends على عمر المرأة قديش هي سواء كانت صغيرة ولا كبيرة؟ جداً صراحةً هيدا السؤال كتير بمحله لأنه نحن عنا بالعيادة منشوف عطول نساء عم يزوا بوقت متأخر ليش نسبة النجاح أعلى كلمة السيدة أو الامرأة كانت أصغر؟ لأنه مع العمر عنا كمية البويضات بتقل وكميتهم وجودتهم ونسبة التشوهات فيهم بتزيد جداً فنحن إذا بدأنا نعمل مثل بروسيدجر أو نعمل هيدا الموضوع لازم نعمل كلمة السيدة كانت أصغر كل حالما نطلع كمية أعلى وكل ما هيكون جودتهم أحسن ونسبة التشوهات فيهم أقل مثلاً إذا أمرأة أجت بين الخمسة وعشرين والثلاثين يقال أنه يستحسن أنه نجمد تقريباً 12 بويضة لأنه بتكون نوعيتهم كتير جيدة أما إذا حضرت بين الثلاثين والخمسة والثلاثين نقول لازم تجمد عشرين بين الخمسة والثلاثين والثمانة والثلاثين لازم تجمد ثلاثين بويضة وفوق الثمانة والثلاثين بتصير التجميد منه كتير مناسب أو منه كتير مفيد تمام هلأ حكينا مين النساء اللي بتدار تعمل بشكل طبيعي اليوم إذا عنا حالة صحية معينة أو مرض وراثي أو مرض عضال خلينا نقول شو هي الحالات اللي ينصح للمرأة أنه هي تقوم بهيك حالة هلأ هو التجميد بالمطلق بيكون لسببين أو لأسباب مرضية أو نسميها نحن يعني في عندي سبب مرضي يأدى لها السيدة تتجي تطلب مني أنه يصير في تجميد أو لأسباب اختيارية أو إلكتف أو سوشل يعني اجتماعية هبلش أول شي بالأسباب المرضية الأسباب المرضية تنقسم إلى أسباب فيها أمراض سرطانية يلي هي مثلا لا سمح الله إمرأة مصابة بكانسر لكيميا كانسر دم عادة بيصير قبل ما تاخد العلاج الكيميائي أو الشعاعي بيصير في تنقصيق بين طبيب الأورام والاختصاصي بالخصوبة فقبل ما تاخد هالعلاج بتجي منسحب البوايدات من جمدهم وهيك ساعتها فيها تاخد هي بأمان الكيموثيرابي أو الراديو العلاج بلا ما يأثر على صحة البوايدات في الأسباب المرضية الثانية هي أسباب حميدة مثل مثلا سيدة أجرت عمليات متكررة على المبايد فنحنا عنا خوف أنه هالسيدة يكون مخزون المبايد طب قولها قليل أو إذا في مرض حميد مثل البطان المهاجرة أو الأندومتريوزز اللي كمان بيسبب نقص بالبوايدات هون كمان نحنا منشجع السيدة أنه تجي وتعمل تخزين للبوايدات فيه كمان حالات صحية معينة ورافية يعني مثلا الأم قبل بلغت سن اليأس مبكر يعني بدل على الواحدة وخمسين على الاربعين فهولي البنات بننصحهم يعملوا فحص المخزون يلي هو اسمه الـ AMH اللي هو فحص تشخيصي وإذا لقينا أنه كمية البوايدات اللي عندهم قليلة ساعتها نحنا من قلهم لازم يصير في تخزين هولي الأسباب كلها اللي تكلمت عنها هي أسباب المرضية يلي هن الحمد لله عادة أقل نسب اللي بيقصدونا أسباب الثانية هي الـ Social Act Freezing أو الاجتماعية واللي هي هلأ كتير رائجة هي حاليا بيقصدونا السيدات أو لأنه لتقدم بالسن خوفها من تقدم بالسن أو لأنه ملقوا الشريك المناسب بعد هادي ثاني سبب أو لأنه ثالثا بالنسبة لمهنتهم عم تكون كتير صعبة فهن بيفضلوا أنه ما يصير في هلأ حمل بيفضلوا تجميد البوايدات واستعمالهم لاحظة حكيتي شيئا بحديثة كتير مهم أنه قديش مهم المرأة أو حتى الفتاة أنه هي تعمل الفحص اللي هو لأي أماتش أنه تقدر هي تعرف قديش في عندها مخزون من البوايدات خلينا نحكي شوي عن هذا الموضوع قديش مهم اليوم حتى إذا أنت مالك متزوجة هو مهم جدا وصراحة سهل يعني هو مجرد فحص دم ما أنه مكلف مثل الفحوصات الدمية اللي هي للأنيميا أو لفقر الدم وبيطمن يعني أنا إذا كنت عمري مثلا تنقول 26 وعملت الفحص ولقيت أنه الفحص جيد وأخذت رأي الاستشارية فيه ساعتها أنطر شوي ممكن سنة سنتين ثلاثة إنما إذا لقيت لأ أنه الفحص قليل فيه ساعتها ألجأ دغري لهالبروستيجر مناتر هلأ بعد ما حكينا عن كل يعني قطينا تقريبا كل الأسباب اللي ممكن تخلي المرأة أنه هي تلجأ لعملية تجميد البويضات لازم نحكي كيف بتتم آلية هي العملية صراحة الألية هيني سهلة أقل من مواحد بتخيلها لأنه نحن عنا عمل خارج المختبر وعمل بالمختبر أكيد العمل خارج المختبر هو لما السيدة أو الفتاة تجي ثاني يوم الدورة عادة هو هيدا نهار المهم لأنه هيدا النهار هو اللي بيبتدي في العلاج نحن عادة منشوفها أكيد بنعملها استشارة ومنبتدي عادة بإعطاء الهورمون لمدة عشرة أيام الهورمون هنه إبر تتخذ تحت الجلد والهدف منها تحفيز المبايد لإنتاج أكتر عدد من البويضات ممكنة فعادة أنا بتاخد السيدة الإبر لمدة عشرة أيام وبعد عشرة أيام أنا بكون عمواكبها بهالوقت بصنارات تقريبا أو إيكو تقريبا مرتين بخلال هالعشرة أيام بيحفوا حصات طبية نهار العاشر إذا لقينا البويضات حجمهم كويس ونضوجهم منيح عادة منعطي بما يقال الإبر التفجيرية اللي بتخلي هالبويضات يكونوا جاهزين للسحب بعد 36 ساعة فنحن منسحب عادة بنهار 12 فكل بروسس إذا بتفكري فيه هو 12 يوم فهو بروسس منه طويل وعادة الإبر تحت الجلد هينة الاستعمال لدرجة أنه في نساء بتعملها لحالها بالبيت ما بتضطر تجي يوميا على المركز وبتكون طوال هذه الفترة عم تمارس حياتها بشكل كتير طبيعي نهار العملية نحن حتى ما بنسميها عملية بنسميها بروستيدجر لأنه بتاخد تقريبا خمس دقائق أكيد بيكون فيه بنج أو أنستيزيا وبيتم سحب البويضات عن طريق المهبل أكيد نحن عم نسحب البويضات عم نحاطين ألترا ساوند بيسموه ألترا ساوند غايد بروستيدجر يعني نحن ما بنعمل البروستيدجر ونحن ما عم نرى ما عم نقشع نعملها تحت ألترا ساوند تنتأكد أنه ما يصير في أي خطأ تمام بيكون فيه أي ألم ممكن نتواجه سيدة هي للحقيقة ساندي هو الألم لا يتجاوز ألم المعاد الطبيعي أو الدورة الطبيعية فهن كرامس أو شوية مخص يعني تقريبا ساعة أو ساعتين بعد العملية يعني شي كثير بسيط صح بعيدا عن الأوجاع والآلام اللي ممكن تصير اللي هي بسيطة مثل ما حكيتي خلينا نحكي أنه اليوم المرأة اللي عم تبلش بهي العملية أو هاي البروستيدجر مثل ما أنت سميتها عم تخضع لهرمون عم تخضع لفترة علاج معينة قلتي أنه هي ما بتتجاوز 12 يوم طيب أوكي خلال هدول 12 يوم بعدهم شو ممكن يصير مضاعفات أو مخاطر ممكن تواجهون السيدة أكيد تختلاف من حالي لحالي أوكي هلأ أثناء أخذ الهرمون عادة في عوارد بسيطة يعني أول خمسة أيام معقول يكون فيه شوية وجع رأس أو غثيان خفيف جدا وتاني خمسة أيام معقول يكون فيه ثقل شوي بمنطقة الحوض عادة العملية مثل ما قلنا سيمبل هلأ عادة العوارد دايكون فيه بعدين عوارد أو مضاعفات لازم تكون الفترة طويلة لما ناخد عشر تيام عادة الفترة جدا قصيرة فعادة بتجي الدورة بعد هالبروسيدجر بعد تقريبا شي خمسة تيام وعادة نحن بعد ما تجي الدورة بنسميها ووش آوت يعني كل العوارد بتروح كان عندي سؤال عطول بيسألوني يا دكتورة إذا نحن حفزنا وسحبت بوايدات أنت عم بتقليلي من خصوبة المستقبلية يعني أخدت لي عشرين بوايدة هتجييني هتقطعني الدورة قبل فأنا بقول لهم لا أبدا لأنه هالبوايدات اللي نحن سحبناهم هن بكل الأحوال كنا هنخسرهم هالشهر لأنه فيه هي خبرية حلوة بهذا الموضوع أنه عادة نحن كل شهر عنا بوايدة بتكبر وبتقتل اللي حوليها فنحن لما نحفز عم نحفز البوايدة الأساسية مع رفقاتها كلهم فنحن عم ننقذ اللي كانوا حيروحوا ومش عم نقتل للقابلين يعني فعليا أنت يو انفستد ان ذم يعني أنت ما كباتيهم يعني مستمر بيقولون بشكل مليحي صح الشغلة مليحي أنه بتطمن النساء أنه عن جد أنه حتى خطر عبالي سؤالها لأنتي وعم تحكي أنه قدي فيها السيدة تكرر هاي العملية يعني بحياتها على مدى أنه لنقول هي بلشت بهذا الشي ثلاثينات وسطيا ما حنحكي بلشت من الستة وعشرين ولا بلشت بالأربعينات فيها تعيد هاي البروسيجر هو المفترض أنا السؤال أنه أنا قدي بدي جمد لها بويضات إذا كان هي عمرها بين الثلاثين والخمسة وثلاثين أنا لازم جمد تقريبا عشرين بويضة فإذا إذا المحاولة الأولى طلعت لي مثلا عشر بويضات أكيد بدي كررها مرة ثانية نحنا عادة يعني إذا طلعت خمسة بقررها ثلاثة مرات عادة بين مرة وثلاثة مرات بس حسب الرقم اللي أنا بديه إذا إمرأة من مرة واحدة قدرت طلع لخمسة عشر أو عشرين بويضة يمكن ما كرر المحاولة تمام نحنا ما بدنا ننسى كمان أنه التكلفة ما لا قليلة بهيك حالي فهي ممكن إذا ما منعها إذا ما كان فيه مانع صحي يكون فيه مانع مادي لأنه التكلفة ما لا بسيطة بكل الدول العربية وحتى بدور العالمية شو سبب ارتفاع تكلفة هي البروستيدر؟ ارتفاع التكلفة هو إلو عادة عوامل أول عامل أنه نحن عم نعطي هرمونات والهرمونات هي بنفسها أدوية من رخيصة يعني هي باوضة الثمن ثانيا أنه فيه عملية فبالنهاية فيه طبيب وفيه غرفة عمليات وفيه البروستيدر ثالثا أنه هي بتحتاج مختبر عم يعملك سبورت وهيدا المختبر كمان فيه تقنيات معينة وكلما تقنيات المختبر كانت عم يندفع عنها عليها أكتر كلما كانت هالبويضات حتنحفظ بطريقة أحسن وتقدل لنسبة نجاح أعلى فمشان هيك هي باوضة الثمن هنا فيه افتح نافذة أنه نحن أمرار مش عدل إذا خاصة للنساء اللي بيعانوا من أمراضه واللي هني عم بيجمدوا البويضات لأسباب مرضية أنه ما يكون فيه insurance coverage يعني هو مثل نيداء أنه يكون فيه شوية insurance coverage أو لفتي أنه أمرار البويضات تتجمد عن جد لضرورة طبية ويمكن لازم يفكروا فيها شوي مشان التخطيص الصحي شغلة كثير مهمة عن جد عم تلفتي نظر يعني يمكن الشركات تأمين لهالموضوع لأنه فعلا لازم إذا المرأة عندها حاجة ملحة لهالموضوع أنه تقوم فيه وتقوم فيه مو بتكلفة باهظة يعني قد يحكي ساندي عن woman empowerment بتلاقي أنه مفترض يمكن هلا في بعض الشركات بلشت تعطي مثل packages like freezing وبس في بعض الشركات الأكثر هي بعدها لأ ما بيعتبروها حالة مرضية وبيعتبروها أنه elective أكتر ما أنها ضرورة بحس يمكن هيك شي بينتج عن قلة التوعية يعني سواء عند الطرفين سواء عند السيدات كمان أنه قد هنا لازم يعني يكون عندهم توعية عالية بشأن هالموضوع وكمان الشركات اللي هي قائمة على على قصص التأمين وهيك أنه هي تكون بتعرف صحيح بهذا الموضوع طيب ضروري نعرف كيف تتجمد هاي البوايضات وقد هي المدة أو الماكسيموم تايم اللي بتبقى فيه مجمدة عملية تجميد البوايضات هي بتصير بليكود نيتروجين أو السائل النيتروجين اللي هو بنحط على البوايضات وبيقدر يحفظها لمدة طويلة عادة الليكود نيتروجين بيخليها محفوظة لـ 320 ناقص 320 فارنهايت أو ناقص 196 سلزس وهيدا الشي بيخليها بأمان مشان هيك الحفظ هو لا محدود يعني نحنا لما نحفظها نجمدها فينا نرجع نفك التجميد بالوقت اللي بدنا هلأ أكيد كنا قبل نجمد لخمسة سنين رجعنا نجمد لعشر سنين إنما عنا معطيات من أجنة كانت مجمدة مش بوايضات إنما أجنة كانت مجمدة وفقت بعدها 27 سنين يعني ذوبناها بعد 27 سنين وكان عندها الإدراء إنه ترجع تعمل جنين ويخلق منها يعني جنين فمشان هيك اللي مثل نحنا منقول ولا محدودة كاحتفاظ البوايضات طيب إذا بنا نحكي عن مشوار بقاء هاي البوايضة سليمة وحتى أنت وقت اللي يعني أنت كتيرا تحكي لي قبل شوية عم المصطلح هو تكسر البوايضات كل هالأمور شو ممكن يأثر أو شو هي العوامل اللي ممكن تأثر على لا سمح الله تكسر هاي البوايضات أو خسرانة أو أنه متعود صالحة نحن يتحقين بالله نحنا عطول لما يسألوني طب دكتورة أنا جمدت 12 بوايضة قد لما دوبهم حيعيش من هالبوايضات عادة كان قبل يعني قد يعيشوا كان تقريبا 50-60% بالتقانية لأديمة تبع تكسر البوايضات إنما هلأ حاليا تقريبا نسبة النجاح لما نعمل ثوينج أو تذويب هي 90% إنما البوايضة عندها وأنا هيدا بدأ ركز على الموضوع وعندها مشوار بالمختبر قبل ما تصير جنين يعني أنا إذا إمرأة جيت وجمدت بوايضة أول شي بدو يصير فيه تذويب تذويب نسبة النجاح 90% بعدين بنتأكد مين حتتخصب يعني عندنا نحنا الزوج أو البارتنر اللي بدو يعطي العينة بدنا نشوف قد نسبة هو كمان قوة السائل المنوي تتخصب هالبوايضة بعدين هالبوايضة لما تصير مع سائل المنوي حتصير جنين وبدنا نربيها خمسة أيام بالمختبر ثم هيدا الجنين لازم ينفحها الجينيا وإذا كانك جيد وكويس بيرجع من رجعه على الرحم فهو مشوار فعلا طويل فاللي بدو يركز عليه أنه تجميد البوايضات هو أكيد تقنية كتير كويسة إنما منى insurance policy أو policy التأمين للإنجاب فأنا بقول إذا الواحد قادر هلأ يلاقي شريك أو قادر ما عنده شي يعمل له limitation أكيد الطريقة هو أنه يحاول طبيعيا إنما إذا مش متوفر أو الشريك أو المهنة صعبة ساعتها أكيد تجميد البوايضات هو كويس إنما مش يعني guarantee تماما يعني هي أكيد دايما ننصح بالأشياء الطبيعية ولكن وقتها بيكون في ضرورة بتحتم هذا الموضوع فممكن نلجأ لهذه الطريقة يلي بتخلينا نوعا ما ننأمن يعني مثل أنه المرأة تضمن أمومتها لنسبة معينة صحيح معقولة صحيح نسبة الإقبال على هاي العمليات زادت ولا نقصت بالقوينة الأخيرة نسبة الإقبال زادت كتير زادت أولا عالميا يعني بين 2015 وال2020 التقدير إنه بالولايات المتحدة عملت 50% يعني بالإمارات تقريبا أكتر شي لحظنا الفرق بين 2019 و2023 يعني بعد الكوفيد ضغري بسبب الجائحة في كتير ناس ما لتقوا فعدم التقاء أدى أنه عدت نساء خافوا على عمرهم وعلى تقدم العمر فصار الإقبال تقريبا زاد 35% آه تمام يعني وكمان تعتبر يعني نسبة منيحة كتير يعني نسبة عالية بين ممكن كانت أقل من 30% كانت قبل تقريبا كانت 10% صارت نجاية 35% إذا بدأ أحكي على الإمارات بالولايات المتحدة انتقلنا تقريبا للخمسين صح للخمسين نسبة منيحة طيب خلينا نحكي أحيرا عن شو المسموح أو المرفوض سواء طبيا ولا قانونيا ولا مجتمعيا بهذه الأمور أو خليني إذا بجيس إليك السؤال بطريقة تانية شو هي أكتر الأسئلة الشائعة اللي بتجيكي على العيادة تعرفي أنت اليوم أنت كدكتورة مو بس بيجو بنقشوكي أنه أنا بديها من صاد علمي أو طبي بديها كمان من ناحية مجتمعية بديها كتريحيني اجتماعيا حس حالي أنه أنا ما عم بعمل شي غلط أو شي يعني بحاسب عليه القانون ببعض الدول هذا السؤال أنا أول شي بنسأل كتير لأنه اللي بيقصدوني هن كتير صبايا صغار أمرار بيكون عمرهم 26-27 وأول ما يجوا أمرار بيسألوني أنه نحن جايين بس نسأل دكتورة ما بدنا نعمل لأنه بيكونوا هتلانين هم للجودجمنت أو أنت كيف حتى حتفكر بالموضوع حتى لو هن جايين عن طبيبين نسائية عادة الأسئلة أكثر شيوعا حرد عليها بالتدروج أول شي كم بوايدة دكتورة بدي فرز أنا بقلهم حسب عمركم بس إذا بدي أعطي الرقم هو 15 بوايدة هو الرقم الصحيح ثانيا قدي بي نحفصوا البوايدات نحن قلنا أن لما تتبلش قانون الإمارات إذا بدي أحكي عن بلد هون خمس سنين يعني أول شي لخمس سنين بعدين قالوا إنه فينا نحفظ لعشر سنين قابل للتمديد يعني كل خمس سنين بنرجع بنعمل رئاسس منتن بنرجع بنشوف هالسيدة بنحكي معها وإذا حابة هي تخليهم أكتر مسموح تخليهم فيها نقول البوايدات من بلد لبلد الإمارات تسمح أن ننقل البوايدات من بلد لبلد إذا البلد الثاني بيستقبلهم يعني إذا نحن عم تلق بلد أوروبي ما عنده مشكلة كمان في شركات معينة أكيد بعد ما ناخد الـ تبع هون الـ دبي هالث أكيد من نظم الوراء بطريقة صحيحة وبيقدر يصير في نقل البوايدات من بلد لبلد إنه لأ ما فيها خطورة شو العوارد إذا بدأت توقفهم عن الشغل كل هؤلاء الأسئلة بنسألها وبيسألوني كمان إذا بس بتصير عن طريق المهبل أمرار في فينا نعملها طريق كمان عن طريق البطن بتكون أصعب بس إنما إذا في سيدي بيهمها إنه ما تصير عن طريق البجاينا يعني المهبل ساعتها فينا نعملها عن طريق البطن طمام بعتقد أنه المرئة العازبة ممكن أن ترغب بهذا الموضوع صحيح صحيح هو كمان موجود صحيح تمام thank you كتير لقلك دكتورة شكرا ساندي معلومات كانت هيك سريعة وحلوة ونسينا نشرب الأهوال لأننا نحنا عمنا شكرا لإستضافتكم وكان طفي كتير حلو نقشو معكم thank you نحنا كمان كتير استفدنا أهلا وسهلا شكرا للمشاهدة